السؤال رقم 23 عندنا ملف عدد لفاته ربعمية بعدد اللفات ربعمية لفة مساحة مقطع اللفة المساحة عبارة عن 50 بس هضرف 10 أسالة لباربعة عشان هحول من سنتيمتر مربع لمتر مربع يختلق فيض عمودي كسفته البي قيمتها 2 من 10 تسلا فعايز مقدار الامف المستحسة بين طرفيه إذا ومديني 3 احتمالات احتمال أول لو تلاشة الفيض القاطع الملف خلال معا زمنه 1 من 100 ثانية يعني ايه تلاشة الفيض يعني الفاي ام في الحالة الأولى عبارة عن اي بي مين قال ما هو اي بي صين سيتا وسيتا هنا عمودي يختلق فيض عمودي يعني سيتا 1 قيمتها 90 يبقى اي بي صين 90 باي بي ماشي طيب والفاي ام في الحالة التانية هتساوي سفر لان نقل تلاشة الفيض تمام طيب ما في الحالة دي اقدر استخدم القانون الامف بيقول لي سالب ام في فاي ام اتنين ناقص فاي ام واحد على الدلتة تي طيب هو طالب مني هنا المقدار يعني بيقول لي مش مهم الاشارة بس انا هنا هتم بالاشارة عشان فيه طلبة بتسأل لو انا هتمت بالاشارة هيبقى الناتج عبارة عن ايه هقول الامف بيساوي ادي السالب الان عندي بربع ومية الفاي ام في الحالة التانية بسفر نواقص الفاي ام في الحالة الاولى اللي هي ايه بي اللي هي عبارة عن خمسين في عشرة سالب اربعة في البي اللي هي اثنين من عشرة على الدلتة تي اللي هي واحد من مية هستخدم كل الكلام ده بالقال الحسبة هيطلع معايا الناتج بالموجب اربعين فولت وده طبيعي لان لما الفيد بيت يعني دناقص يطلع الناتج بالموجب ولما بيزداد بيطلع الناتج بالسالب فهنا تناقص الى السفر فهيبقى اكيد الناتج هيطلع بالموجب زي ما اتحسبت يبقى انا عندي الاجابة الصحيحة رقم بي طب لو دورنا الملف مية وتمانين درجة في الفيد خلال واحد من مية سانية طيب انا عندي الزوايا هي قادي السفر قادي التسعيد آدي المية وتمانين آدي الميتين وسبعين ودي التلتمية وستين الملف بادئ من الوضع العمودي يعني سيتا واحد بتسعين هدوره مية وتمانين درجة يعني هجيبه هنا وبعدين هنا ده كده تسعين وكمان تسعين يعني الملف هيجي في الحتة دي هيبقى سيتا اتنين متين وسبعين أستخدم القانون إزاي هقول الـ EMF بالساوي سالب N فيه الـ A فيه الـ B ولكن الدلتة حدست في السيتا فهقول سين سيتا اتنين ناقص سين سيتا واحد على الدلتة T يبقى الـ EMF هتساوي آدي سالب N ودل A ودل B هنا سين سيتا اتنين يقصد بيها سين متين وسبعين ناقص سين تسعين لأن سيتا واحد بتسعين على الواحد من مية اللي قال لي عليها سين متين وسبعين تطلع بسالب واحد سين تسعين تطلع بواحد يبقى سالب واحد سالب واحد بسالب اتنين يعني الناتج إي مقف أديني ماشيوه بالرحة بالتفصيل عشان الإشارة آدي السالب اللي في القانونة هي وادل ن وادل ا وادل ب هنا سالب واحد سالب واحد يعني سالب 2 على واحد من 100 السالب هيطير مع السالب يبقى القانون اللي أنا هستخدمه اتنين فيه الان عد اللفات اللي هي الربامية فيه ال ا اللي هي خمسين فيه عشرة والسالب أربعة في البي اللي هي قيمتها 2 من 10 على 1 من 100 هيطلع الناتج عندي ب80 فولت أبص كده في الاختيارات ألاقي الاختيار الصحيح رقم ده طيب إذا أدير الملفة 360 درجة خلال 15 من 100 ثانية تسوي إيه لو دار الملفة 360 أنت عرف دي معناها إيه؟ يعني الملفة هيدور دورة كاملة لو دار الملف دورة كاملة تبقى متوسط اليمي إف المستحسة بزير وعلى طول بسفر يعني الإجابة الصحيحة رقم ألف ترجمة نانسي قنقر